اشتركوا في القناة اليوم اجبنا لكم مشروع السنة الرابعة ابتدائي مشروع حول الصناعة والفلاحة والتجارة اذا هذا المشروع تطلبوه الاساتداء من تلاميذ عند نهايات كل وحدة دراسية اذا هذا المشروع دي اليوم تهضر على الصناعة والفلاحة والتجارة بالمغرب اذا مثلا هنا عندنا الصناعة اذا كفكرة مثلا ناخد صورات صورة مصنع مثلا صورة مصنع هنا ننجز هذا الشكل على شكل ضرف اذا هكذا نبحث عن تعريف للصناعة هنا الصناعة بمعناها الواسع تغيير في شكل المواد الخام لزيادة قيمتها وجعلها اكثر ملاءمة لحاجات الانسان ومتطلباته وتبرز اهمية الصناعة في كونها ترفع من مستوى معيشة الشعوب بما تدره من مال وما توفره من رفاهية الانسان بمقتنيات مختلفة اذا هنا نحط مثلا صورة فاد الاتجاه وصورة الجانب الآخر اذا هنا خانة ديال الصناعة نمر الخانة الفلاحة اذا كذلك هنا نضع صورة لرجل مع زوجته في ضيعة فلاحية هنا الضرف الصغير كذلك نبحث عن تعريف مبسط للفلاحة اذا هنا الفلاحة في المغرب هو قطاع اساسي في توفير فرص الشغل خصوصا في العالم القاروي وتشكل المساحة الصالعة للزراعة بالمغرب حوالي 8.7 مليون هكتار وتمثل الحبوب 57% من المساحات المزروعة ويتوفر المغرب على انتاج فلاحي متنوية كالزيتون والخضروات والحوامد والمواشئ وغيرها هنا نضع مثلا صورة لرجل وهو يحرط الأرض وهنا كذلك يمكن ان نضع صورة أخرى حسب المتوفر نمر الآن إلى التجارة إذن هنا خانة بخاصة بالتجارة لدينا هنا تاجر وهنا محل أو سوق عصري سوبر مارشي سوق عصري إذن هنا كذلك ستجدون تعريفا للتجارة التجارة هي الأعمال التجارية التي يتم من خلالها بيع وشراء السلع والخدمات وتعد التجارة إحدى فرع الأعمال وقد تتم التجارة في نطاق ضيق داخل السوق المحلي أو خارج حدود البلد قد يكون أحد أطراف التجارة أشخاص أو شركات أو بلدان وتختص التجارة بعملية توزيع البضائع إذن هنا لدينا مثلا هنا أنواع للتجارة سوق ممتاز متجر عصري وسوق تقليدي تقليدي في هذا الجانب يمكن أيضا أن ندعى صورة أخرى إذن هذه هي نظرة عامة حول مشروع الصناعة والفلاحة والتجارة للمستوى الرابع ابتدائي بشكل بسيط وأنيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر